وادكر احد الباحثين المغاربة كان يشتغل في الدنمارك في مركز للطاقة والاورانيوم ومركز فيه عباقر قبار هذا مغربي عبقري من العقول المهاجرة الى الغرب في الدنمارك ولحظ البروفيسور الذي يقوم بالسهر والتأطير لهؤلاء الطالب الباحثين ان هذا الطالب المغربي المجد نموذجي في اخلاقه وفي ابحاته الا عنده عيب واحد ما هو عيبه انه يفعل مثل ما يفعل الفراش او الحارسة الذي يكون على عتبة الباب والمنظفة انه ينحني مدى يفعل يصلي قال له لو لا ماذا تفعل لماذا تصلي اركا حينما يأتي اوقات معينة تفعل مثل ما يفعل هؤلاء فاذهب للصلاة ماذا تستفيد من هذه الصلاة لم يدر يدى الشاب ما يقول فانطقه الله وقال انني حينما اصلي اكتسب طاقة اكتسب طاقة فقال لو اثبت لذلك علميا وفعلا ذلك الطالب الباحث سجل اطرح الدكتوراه في هذا الموضوع وراح يبحث بالليل والنهار ويطلب الله ان يفتح عليه فتح العارفين بالله فحذر اطرح الدكتوراه خطيرة جدا في الدنمارك مفادها ان الصلاة هي كلها خير للطاقة البشرية فالانسان يكتسب طاقة سلبية طيلة اليوم عن طريق التلفاز عن طريق الحاسوب عن طريق الاشعة المتعددة التي تدخل الى الجسم وبالتالي نكتسب طاقة سلبية هي السبب في السرطنات هي السبب في الاكتئاب هي السبب في ضعف المناعة هي السبب في ان الانسان يكون دوما غير مرتح في حياته قلقا ضجرا بدأ عليه ان يفعل عليه ان يتخلص من الطاقة السلبية هل هناك من سبيل؟ لا سبيل الا بالسجود لاحظ بان مركز التفريغ يكون عن طريق الجبهة وان تكون الجبهة على التراب وان يكون ذلك بصفة مخصصة يعني قيام ركوع سجود على سبعة اعضاء وان يكون ذلك على الارض على التراب مباشرة ان كان افضل وان لا على حاجز بين التراب لان التراب يمتص الطاقة السلبية لاحظ بان هناك اونس في اليابان والصين يبحثون عن اليوغا ويبحثون عن الاشراقات الروحية يقومون بحركات فيها ركوع وسجود في ساعات مخصوصة هذه الساعة مخصوصة اوقات الادان كلما ارتفع الادان الا وهناك دبيب قوي يورى عن طريق الاشعة الحمراء الفوق البنفسجية ان هناك دبيب قوي ترسله السماء والطبيعة طبعا الطبيعة صماء بكماء لا ترسل شيئا وان من مرسل هو خالق الطبيعة سبحانه وتعالى فعند كل صلاة هناك دبيب قوي يرسله المولى جل جلاله من تعرض اليه انتفع ومن تركه خسر فكان في اوقات الادان بالضبط يكون الدبيب مرتفعا ثم لاحظ بان ذلك الدبيب يتجه بعد ذلك نحو نقطة مركزة في الكون وبعد الابحات وجدوها بانها مباشرة عند الكعبة المشرفة التي هي مركز الكون ثم لاحظ بان الانسان اذا كان متوضع في الاعضاء الخارجية يكون اكتر استقبالا لهذه الشعة المضادة واذا كان يفعل بمفرده يكون الدبيب ضعيفا اما اذا كان في جماعة مع الناس يكون الدبيب قويا كأنه انتان يشتر الطاقة وكان البحث مفيدا بان الانسان الذي يصلي هو المستفيد جسمك يتوفر على قوة منعه جسمك يفرغ الطاقة السلبية جسمك لن يكون سجين الماضي واحزانه وكروبه لن تصاب بالاكتئاب لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال ترجمة نانسي قنقر